حسمت محكمة الجنايات قضية المتهمين في تفجير جامع الإمام الصادق عليه السلام وحكمت بإعدام سبعة مدانين في القضية وحبس ثمانية متهمين لمدد تراوحت بين سنتين وخمسة عشر سنة فيما برأت المحكمة أربعة عشر متهما من إجمال تسعة وعشرين وجاءت الأحكام حضوريا على المتهمين كافة وغيابيا على خمسة متهمين هاربين هم بدر الحربي الملقب بن براس وماجد الزهراني ومحمد الزهراني وشبيب الأنزي وفلاح نمر مجبل وحضوريا على المتهمين عبد الرحمن صباح إيدان وفهد فرج الذي يشتهر بوالي دائشة في الكويت وأسندت هيئة المحكمة للمتهمين الأول وثاني تهمة قتل المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار بأنبيتان نية وعقداء العزمة على قتلهم وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهمين أعدوا لذلك الغرض حزاما من المفرقعات بعد إرسال المتهم الثاني بدر الحربي للمتهم الأول رابطا بأماكن بعض المساجد في البلاد وعقب مراقبة ورصد أعداد المصلين في تلك المساجد وقع الاختيار على مسجد الإمام الصادق وتمضي الحيثيات بالتأكيد على أن المتهم الثاني أمد المتهم الأول عن طريق المتهمين الثالث والرابع بحزام المفرقعات لتنفيذ عملية التفجير في جموع المصلين بمسجد الإمام الصادق ونبهت المحكمة السلطة التنفيذية إلى ضرورة أن تبسط رقابتها بحزم على المناهج التعليمية وتلك المواد الخصبة التي يتناولها بعض الخطباء من عالي المنابر حتى تقوض الشاذ منها من مصدره وتجفف منبعه وذلك حفاظا على ما اتسم به الدين الإسلامي من اعتدال ووسطية وحماية للنش من خطر الغلو ومرض التشدد كما دعت المحكمة إلى تكريس روح الوحدة الوطنية وقبول الرأي الآخر مهما كان ذلك الرأي ترجمة نانسي قنقر